انا مبارح يعني والله الواحد انا حاسيت ان انا في حلم وزقلت قوي من بعض اعضاء مجلس دارة الاتحاد اللي شغالين في التلفزيونات الحقيقة يعني وفي القنوات المختلفة يعني لانه هم قالوا يا جماعة او انتوا بتهجموا ليه محمود جابر كابتب محمود جابر وليه بتقولوا على الفرقة دي فرقة مش عارف ايه لما تغلبوا من مباراة لما تغلبنا يعني في مباراة نيجيريا واحد سفر لان يا كابتن فلان ويا كابتن فلان ويا كابتن فلان الجواب بيبان من عنوانه الجواب بيبان من عنوانه كابتن محمود جابر قد يكون انا دلوقتي قدر اتكلم واتكلم براحتي قد يكون كابتن محمود جابر مدير فني جيد واخد في الفرق اللي اشتغل معاها بطولات وكذا 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 ولكن كابتن محمود بعيد تمام من البعد عن ان هو يمسك منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت إذا كنا بنتكلم عن صفات شخصية أنا عايز مدير فني يلعب بطولة ويقدر يكسبني مباريات مش عايز مدير فني يبقى طبعاً كابتل محمود شخصية محترمة جداً جداً أنا تعاملت معاه السنوات شخصية محترمة لكن أنا بتكلم هنا على النواحي الفنية مش بتكلم عن الاحترام والأدب طبعاً محترم ومؤدب لكن أول مباراة أتعادل مع موزنبيق في مصر تاني مباراة أتغلب من ناجيريا في مصر تالت مباراة أتغلب من السنغال أربعة صفر أربعة صفر في فضيحة بمعنى الكلمة فضيحة مكتملة الأركاد للكرة المصرية الكرة المصرية تعيش أسوأ عصرها بعد مرور سنة على انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي طول الفترة اللي فاتت حذرت واتكلمت كتير جداً في هذا الأمر في أكتر من حلقة على اللي بيحصل في منتخب الشباب وعدم قناعة مجلس الإدارة اللي موجود بالجهاز طب سبته ليه؟ سبته سنة كاملة ليه؟ انت ظلمت كابتن محمود جابر وظلمت هذا الجيل من اللاعبين لأنه كابتن محمود ما عرفش يعمل معاهم حاجة طب بالتالي الجيل ده تقفل عليه شكراً أي حد هطلع يقول لي مش إحنا اللي اخترنا الجهاز هقول له طب ما انت سايبه بقاله سنة ليه؟ ما كنت أول ما جيت مشيت زي ما عملت مع كابتن شوق غريب عيب الكلام ده ما يصحش عيب عليكم كاتحاد كرة قدم أن يظهر منتخب مصر بهذا الشكل وفي الآخر طلعت أقولك أنا هعمل اجتماع النهاردة الساعة 12 امبالح اتغلبنا النهاردة أو امبالح بعد المباراة قال لك فيه اجتماع عشان يهدي الرأي العام قال لك فيه اجتماع عاجل لاتحاد كرة القدم الساعة 12 ايه اللي حصل في الاجتماع؟ بومبة ولا حاجة قال لك الاجتماع احنا مستمر لغاية يوم التلاتة اللي جاي وإحنا موجودين في اجتماعات مستمرة لغاية هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هتسرح هذا الجيل من اللاعبين زيه زيه جيل 2006 ما عملت في 2006 ديلي الفني الكابتن محمود والجهاز الفني اللي معاه هتعمل ايه تاني يا أستاذ جمال ومجموعة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اللي موجودين هتخبي الجواب ولا هتعمل ايه؟ يا ترى هل فيه جواب ممكن تخبيه عشان تسكت الناس؟ معرفش امم افريقيا معمولة في مصر والمنتخب يخسر بهذا الشكل ويخرج من البطولة طيب حضرتك عارف ان هي تلت مجموعات كل مجموعة بتاخد اول وتاني وحتاخد احسن توالد في التلت مجموعة يعني كان عندك احسن يعني كان عندك فرصة كبيرة جدا ان انت تسعط وبعد كده حلاها الف حلال ولكن للأسف الشديد فشل اداري وفشل فني وفشل اختيار المدير الفني والجهاز الفني اللي موجود معاه عايز اقول لحضراتكم ان انا عندي فضايح كثيرة جدا 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 بالصوت والصورة فيما يخص هذا المنتخب ولكن انا بس يعني هعلم على الموضوع ده من بعيد وقول لحضراتكم ان احنا عندنا مجلس ادارة لاتحاد كرة القدم لا يستطيع اتخاذ قرارات مهمة لا يستطيع ان هو يتخذ هذا القرار الهم من بدري من سنة كان ماشى كابتن محمود وجاب حد تاني لو هو مش مقتنع لكن انت انبارح كلهم هربوا من بعد المباراة قبل نهاية المباراة بشوية كلهم كانوا موجودين قبل نهاية المباراة كلهم مشوا وسبوا اللي هو مشهور فقط لغير كلهم مشوا قال يعني احنا ملناش علاقة لا حضرتك اللي لك العلاقة الكبيرة جدا كاتحاد كرة القدم في ان يظهر هذا المنتخب بهذا الشكل السيء حرام عليكم ضيعته على جيل محترم عنده مجموعة جيدة من اللاعبين خليته اسم واحد زي كابتن محمود جابر اسمه يعني رجل له اسم محترم في كرة القدم المصرية والقطرية كل الناس الوقت بتتكلم عن ان هو تم تعيينه لمجرد ان عمر جابر ابنه صاحب محمد صلاح فتم تعيينه ده الكلام اللي بيتقال خلي بالكم فحرام عليكم حضرتكوا بوستوا كل حاجة خبيتوا جوابات وقلنا عدناها او مش معدناها معرفش انتوا بتفكروا ازاي خبيتوا جوابات بوستوا منتخب 2006 وخرج من التصفيات منتخب 2003 خسر من التصفيات الكبار ما وصلناش كاس عالم الكبار ما خسرنا امم افريقيا كل حاجة فاشلين فيها فاشلين في كل حاجة تمنى ان حضرتكم تعودوا بجد علشان بجد الفترة القادمة فترة صعبة جدا لو حصل اي حاجة عندنا فضل المنتخب الولمبي حيلعب اعتقد في شهر مارس منتخب الولمبي ميكالي موجود ومعه مجموعة جيدة من الجهاز الفني اتمنى ان احنا نكسب المنتخب الولمبي عشان ما نبقاش خلصنا على كل الاجيال خلصنا على كل الاجيال اللي موجود